السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام والجزء رقم 11 من الفصل الرابع سنتحدث عن عملية تصنيع البودر الآن وقد حصلنا على المادة على شكل مسحوط وأجرينا لها الاختبارات اللازمة حتى نتأكد من مدى موائمتها لهذه العملية ثم أتبعناها بعملية خلط الآن نأتي للمرحلة الثالثة وهي عملية التشكيل أي أن عملية التشكيل يمكن أن تكون تشكيل على البارد ثم لا بد أن يتبعها من عملية تسخين وهي السنترينج وهذه العملية التشكيل أو عمليات التشكيل على البارد قد تكون بريسنج أو رولينج أو إكستروجين أو إنجيكشن أو أيزوستاتيك بريسنج وسنتناول كل من في حينه بالتفصيل أو قد تكون هط أيزوستاتيك بريسنج الطريقة الأولى وهي البريسنج كما نرى في الشكل التوضيحي لدينا دول أكشن بريس بمعنى أنه يكون عملية التشكيل مزدوجة لأنه يوجد لدينا بانش علوي وبانش صفلي وهذا هو القالب وبداخله هذا هو البودر المراد تصنيعه هذه هي الفكرة العامة لعملية البريسنج لكن الآن سنتناول مثالين في هذه العملية من الشكل الواضح أمامنا اللي هو رقم A عندنا أدي الأبر بانش وأدي اللور بانش وهذا هو القالب الخاص بنا وعملية تخزيط البودر من هذه المنطقة نكون بـ double action لعملية البريسنج من الأسفل ومن الأعلى وبعد أن تنتهي عملية الكابس نعمل عملية الـ ejecting أو من أجل إزاحة أو إزالة المنتج خارجاً عن القالب بعد أن ننتهي فهذه العملية تنتج مثلاً على سبيل المثال tube صغير أو جزء صغير ويكون في هذه الحالة لابد من أن تتبع عملية تسخين اللي هي centering كما تناولناها من قبل المثال الثاني نريد أن ننتج عملية gear أو ترس صغير هذه الأبر بانش وهذه اللور بانش وهذا هو الـ die توضع المادة البودر داخل الـ die وتشكل أو تستخدم عملية الـ pressing double action من أعلى ومن أسفل وهذا هو الإيجيكتور فيعطينا هذا إيه يعطينا الجير أو الترس في الشكل النهائي وعفواً فإن هذا الكور هذا ليس الإيجيكتور هذا الكورد الذي يعطي هذه التفصيلة الداخلة التي عبارة عن جزء يعتبر كأنه جزء فراغ داخل الجير كاد يكون مكان في المكينة يركب به هذا الجير أو هذا الترس ترجمة نانسي قنقر